طيب نروح لكارلوس كيروش مع حضراتكم كارلوس كيروش يمكن لما تبعناش من دهات الحلقة واحد من الأسماء المحترمة جدا في عالم التدريب تولى مسؤولية منتخبات كتير جدا كولومبيا، بورتغال، الإمارات، جنوب إفريقيا، إيران ونجح زي ما قلت لكم في الوصول لكاس العالم في أربع مناسبات مع ثلاث منتخبات جنوب إفريقيا، بورتغال، وإيران في نسختين متتاليتين إذن هو مدرب عنده سيفي محترم وكان شغال مع أليكس فيرغسن طبعا أسطورة التدريب في منشستر يونيتد لفترتين متتاليتين فعنده سيفي محترم جدا أعتقد أنه واحد من الأسماء بداية اللي تقدر تراهن عليها في نجاحها مع المنتخب المصري يبقى عامل الوقت هو يمكن اللي هيسبب صعوبة بشكل من الأشكال الرجل يمكن بعيد عن كرة مصرية بالتأكيد مش متبحة أو يعني مش دخل في تفاصيلها بالشكل الكافي هنا تيجي مهمة كابتن ديار السيد وكابتن محمد شاوي الرجل يوصل إن شاء الله القاهرة يوم الثلاثة اللي جاي عشان ينضي العود مع اتحاد الكرة ويعلم بقى أنه مهمته بدأت بشكل رسمي طبعا خلفا للمدرب الوطني كابتن حسام البدري وهو كتب يمكن على تويتر على حسابه على تويتر أنه يعني بيتشرف بأنه يقبل دعوة الاتحاد المصري لتولي مسؤولية المدير الفني لمنتخب مصر وعنده أمل كبير جدا في أنه يسخر إمكانياته ويسخر قدراته وخبراته في أنه يوصل مع منتخب مصر لكاس العالم في 2022 خلينا أولا حضراتكم طبعا الجهاز اللي معايا كابتن دياء السيد كابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضري حراس مرمى وكابتن وقا الجمعة يبقى مدير منتخب كل التقفيه طبعا للجهاز الجديد وإن شاء الله عندنا أمل كبير أعتقد أنه الأسماء اللي تم اختيارها كلها كفاءات وكلها أثبتت قدراتها بشكل كبير وأتمنى أنهما مع مستر كارلوس كيراشي إداروا يوصلوا ويحققوا أمل المصريين شايفين عندنا منتخب عناصر الفردية على أحسن مستوى مردود وفي الفترة الأخيرة ما كانش يعني على المستوى المأمول آه تأهلنا الأمم بإفريقيا وفرصتنا ما زالت قائمة في تصفيات كاس العالم لكن شكل المنتخب شخصيته أداءه مدى رضى الجماهير عنه لا الحقيقة ما كانش فيه حد راضي بشكل كبير جدا عن شكل منتخب مصر